اشتركوا في القناة لم يتمكن المنتخب الوطني من مواصلة المشوار بنجاح في بطولة الألم الأسيوية وكاساسيا والخسارة اليوم أمام المنتخب اللبناني ليفقد طبعا فرصة المنافسة على المراكز الأولى في هذه البطولة سنتحدث عن هذا الموضوع نتحدث عن سبب هذا الإخفاق ونتحدث عن المشاكل اللي مر فيها المنتخب خلال الفترة الماضية قبل ما نبلش كل شيء نوجه تحياتنا لنجوم المنتخب الوطني اللي ما قصروا يعطيكوا ألف عافية طبعا بحدود الأمكانيات اللي كانت متوفرة لهم حققوا المطلوب واليوم لعبوا مباراة كانت أكثر من رائعة كل الشباب كانوا على قدر المسؤولية لكن هذا اللي صار ورح نحكي عن أسباب اللي صار طبعا مع منتخب السلة في هذه البطولة مع مدربنا الوطني القدير النجم الدولي السابق صاحب الثلاثيات اليوم كنا نتمنى بس ثلاثيتين آخر يعني دقيقة دقيقتين من اللقاء حتى تضل الأمال موجودة لكن يعني الحظ وأيضا سوء التركيز حالة في الشباب اليوم وما قدروا أنهم يعدلوا النتيجة ويلحقوا المنتخب اللبناني الكابتن معتصم سلامه استعد مساك الكابتن أهلاً أخطاري أهلا وسهلا فيك وشكراً على استضافتي وشكراً لقناة رؤية مرتاني على التغطية الإعلامية أكيد طبعا كل عام تبخير أول إشي وإنت بخير يا رب إشي اشتقنا لك ثالث إشي ما تغيب عنها هالقدة لا لا ما منغيب إن شاء الله بس ما أنت بتعرف فترة الماضية السلة كلها كانت غايبة فيعني ما هو إذا منظرنا مع غياب السلة مش رح نشوفها لا لا إحنا موجودين ما تخاف طيب كابتن معتصم رح نحكي معاك كثير طبعا عن الموضوع لكن خلونا نبلش حلقتنا مع سؤال شارك لليوم سؤالنا رح يكون من يتحمل مسئولية إخفاق منتخب السلة من يتحمل مسئولية إخفاق منتخب السلة الإجابة الأولى اتحاد اللعبة الإجابة الثانية المدرب الإجابة الثالثة اللاعبين طبعا التصويت عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص بإكشرا تايم بإمكان الجميع يدخلوا على تطبيق رؤية ويصوتوا معنا على هذا السؤال حتى نعرف أراء أستاذ المشاهدين أصدقائنا اللي بتابعونا كل يوم واللي بتابعونا اليوم تحديدا أيضا عشان منتخب السلة نشوف شو رأيهم بهذا الموضوع طبعا كابتن انت شو رأيك في هذا السؤال طبعا طبعا الإخفاق يعني أكيد هي زي ما تحكي ضربة موجة على الشعب الأردني كله لكرة السلة الأردنية بعد ما كنا أبطال آسيا أو من أكبر ثلاث فرق بالمنطقة الأسيوية أصبحنا فريق ما قدرش يوصل للربع النهائي طبعا قبل ما أبدأ أي حديث زي ما أنت تفضلت أنا بوجه الشكر لللاعبين فردا فردا صراحة لأنه اللي عملوه بهذه الفترة كان ضمن ظروف كتير صعبة مروا بظروف يمكن الناس ما بتعرف عنها بس إحنا على اتصال مع اللاعبين كان وضعهم ماديا ومعنويا صعب تحضيريا ما كان بالمستوى المطلوب بالرغم من أنه الدوري خلص بشهر ثلاثة ولما خلص بشهر ثلاثة كان في فترة التحضير حوالي ستة شهر بس الإخفاقات الإدارية كانت واضحة تماما فخلينا نشيل كلمة اللاعبين من الإخفاق طبعا أي خسارة أو أي خروج من أي بطولة أكيد مئة بالمئة بس للسؤال لازم نحط ويعني يأكمل أجزاء السؤال لأنهم جزء من هاي اللاعبين طبعا جزء من الخسارة أكيد اللي بتحمل الخسارة أولا هو المدرب يعني احنا ما نتهجم عليه بس دائما في قاعدة بكرة السلة المدرب بيخسروا واللاعبين بيفوزوا يعني هاي قاعدة موجودة بالرغم من أنه ممكن المدرب برضو مر بظروف إدارية صعبة احنا حكينا بحلقات سابقة كتير طارئ وصلنا سنة وسنتين منحكي عن التحضيرات وعن التخطيط وعن الاستراتيجية اللي لازم يمشي عليها وصار فيه إخفاقات سابقة وقلنا معلش ممكن نتخطى هاي العقوبات ونفكر بالمستقبل ونيجي نحط خطة مدروسة حتى نيجي نظهر بالبطول الأسوية بشكل ممتاز للأسف لم يتحقق أي شيء والنتيجة اللي صارت بالنسبة إلنا بعالم كرة السلة أو لاعبين كرة السلة والمدربين متوقعة يمكن ما كانت متوقعة للجمهور وكانت مصيبة على الجمهور بس احنا عارفين إنه سيصير هيك أولا أو آخرا لأن السلة هي عبارة عن تحضير السلة عبارة عن ترتيبات وعبارة عن احتراف وليس بس تعال إلعاب ومثل البلد وخلص لا أنت لازم تكون محضر حالك ومجهز حالك زي ما شفنا في رأي كبيرة قدامك نعم طيب أكيد خلينا نذكر شوية المنتخب والنتائج اللي صارت طبعا ونشوف التقرير وبنرجع بنكمل مع الكابتن خلينا نشوف مرة جديدة تودي عسلة الأردنية البطولة الآسيوية دون تحقيق نتائج بحجم الطموح رغم أن التوقعات كانت تشير إلى إخفاق جديد نظرا للصورة التي كانت قبل المشاركة والمشاكل التي غلفت استعدادات النشامة قبل البطولة مشاركة ظهر فيها العديد من النقاط وفشل منتخبنا بالفوز على المنتخبات القوية في البطولة حيث حقق ثلاث انتصارات وثلاث خسائر لم تكفل له بالانتقال إلى الدورة الثالث الدورة الأول من البطولة ظهر الضعف الفني والبدني على اللاعبين فكانت مباريات الصين وكوريا الجنوبية محسومة للمنافسين لنتعلق بأمل العودة في الدور الثاني فتمكننا من تحقيق الفوز على قطر وكازاخستان وفشلنا في الاختبار المصيري أمام لبنان وكانت مباراة لبنان كفيلة بتحسين الصورة قليلا في البطولة إلا أن المنتخب لم يعرف كيف يتعامل مع المنتخب اللبناني الذي لا يعد بالفترة الحالية أفضل من منتخبنا وكانت ترهل واضحا منذ بداية المباراة مع محاولات بالعودة في الرمق الأخير ولكن كانت النتيجة قد حسمت مع إهدار سهل للاعبين لبعض الكرات ضربة جديدة للسلة الأردنية في البطولة الآسيوية دقت جرس الإنذار من جديد لدى اتحاد كرة السلة بضرورة الاستفاقة من السبات التي تعاني منه السلة الأردنية وأظهرت البطولة ضرورة إعادة النظر بالمجنس الأمريكي أليكس وأيضا التخطيط لمرحلة جديدة والبحث عن أمل جديد بعد زوال الحلم بالتأهل للألعاب الأولمبية في البرازيل الصيف المقبل كابتن معتصم إشي محزن لكن هاي هي النتائج اللي صارت معنا من الدور الأول للدور الثاني وطبعا كان إشي مفاجئي هو مش مفاجئ يعني إحنا متوقعين أنه هذا يصير ضعف الإمكانيات وكان عندهم مشكلة البطول الودي اللي قبل ما يطلعوا فيها على أمم آسيا كان ممكن يروحوا ولا ما يروحوش عارفين أنه الوضع مش مزبوط لكن برضو الواحد بظل عنده أمل في منتخب زي منتخب السلة هو اللي كان دائما مفرح هو اللي وصل لك أس العالم هو اللي عمل يعني مسير وصولات وجولات طبعا يعني إحنا عبر مسيرة طويلة بكرة السلة من سنين أيام الجيل الدهبي وصلنا لمراحل كتير كبيرة زي ما كل الناس تعرف الأمثال أنه الوصول للقمة يعني مش مستحيل بس أنك تضلك على القمة إشي صعب للأسف ما عرفنا كيف نسيطر على كيف نضلنا بالقمة بدايتنا أو بداية مشوار المنتخب كانت مثل الماضي بإخفاقات بوليام جونز وبعدين شفنا بعدها تحضيرات إلا أنه المدرب طلب أنه الدوري يخلص بكير خلص الدوري بشهر ثلاثة توقعنا أنه يكون في خطة تحضرية قوية بعدين نتفاجأنا أنه فيش إمكانيات الإمكانيات هاي ما فيه إشي اسمه ما فيه إمكانيات أنت يعني كاتحاد كرة تسلي للمنتخب بدك تكون جاهز أنك تسوق تجيب سبونسرز أو داعمين يعني بدك تجرب كل الأسليب أنت ما بتستنى أنت لازم تسعى يعني هاي ألا مثلا عم نشوف اتحاد كرة القادمة هو عم بسعى فيه عندهم ماركتنج منجر أو مدير تسويق بشتغل عليهم هذا الحكي كان لازم يصير ما لقينا اللعبة مروا بظروف كانت كتير صعبة وما بختلف أنه الاتحاد مر كمان بظروف صعبة بس كان لازم يتخطاها طلعوا على بطولتين يعني ما كان فيه يعني نتائج كمان كويسة بس زي ما تحكي معسكر هلأ صار فيه اتهامات أو توجهت شوية ضغوطات إنه زيد عباس وسام دوغلوس إنه ما نضموا بالرغم من إنهم الشباب كانوا عم بيشتغلوا وزي ما شوفنا نضموا بجوز بوقت متأخر بس ثم زي ما بتعرف بيلعبوا بالدور الصيني وهدول اللعبين محترفين وبمبالغ عالية كمان يعني ما بقدر يضحي هو في كل إشي في سبيل إنه ييجي وما في إمكانيات الرغم من هذا تخطوا هاي المرحلة في سبيل إنه يلعبوا بإسم الوطن ويمثلوا وإيجوا لعبوا وهلأ هذا الحكي ما بنفع ليش لأنه الكيمستري ما كانت موجودة يعني إنت شفت الفريق فيه عدم انسجام يعني زيد وسام بأول مباريتين كان وضعهم صعب مش منسجمين مع الفريق وفيه عدم تناغم كتير بين الفريق فهي كلها شغلات أدت لصعوبة في الطريق للتأهل نعم طيب كابتن يعني أول إشي خلينا نحكي بشكل عام هي منظومة كاملة عم بصير فيها مشاكل يعني منتخبات الفئات العمرية وصولها للمنتخب الأول يعني اليوم شفت ملاحظة عند سيد طارق كمال كان كاتبها أنه 2014 منتخب ناشئين أو شباب بيخسر 94-34 يمكن النتيجة هيك أو يعني ما شابه يعني مش معقول يعني منتخباتنا معروفة لعبتنا معروفين مدارسنا معروفين وين المدارس وين النأندية وين المنتخبات وين الاتحاد يعني مشكلة متأصلة مش بس في المنتخب الأول يعني يعني إذا في ناس معين يبدوهم مش يشتغلوا يغادروا وخلوا ناس تانين يجوا يشتغلوا ناس مارسين اللعبة ناس بحبوا اللعبة يعني أنا اللي عم بشوفه حرام يعني حرام اللي عم بصير بالضبط اللي عم تحكي يعني أنت يعني وجهت الكلمة المناسبة ما في تغييرات عم بتصير الخبراء الموجودين بكل الاحترام لهم بس أظنني خلص يعني بعد كل هالسنين مفروض يتغيروا يعني التراكم هو اللي حكناه بالحلقات السابقة كمان مرة ما عم بصير فيه أي تغيير ما في تركيز على الفئات العمرية ما في مدارس ما في استقطاب يعني واضح في ثغرة كبيرة بالأجيال القادمة يعني إذا هلأ أنت بتشوف يمكن الناس يمكن تنصدم بس المنتخب اللي أنتوا شفتوه يمكن هذا المنتخب ما يجي بعديه منتخب قوي لمدة يعني طويلة لأنه مبين أنه ما في جيل ناشئ محضر كان فيه دوريات الناشئين قصيرة فيها ثلاث أربع فرق بس وهلأ مع خروج التطبيقية والاتحاد ما منعرف شو مصير اللعبة يعني يمكن تلاقي فريقين بس بشتركوا فالوضع يعني مش مش زي أول بالمرة وأنا بعتقد أنه بنحضار تام فلازم يكون فيه تفكير هلأ واضح كيف بدنا نحل هاي المشكلة من قبل لجنة الأولمبية يعني نعم 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 من قبل كل المعنيين لازم يشوفوا أنه كرة السلة ما بصير توصل لهذا الحد طيب أنا رح أحكي بهاي المواضيع لكن بدي أرجع شوي للمنتخب الأول والبطولة الأسيوية الدور الأول ما زبطت معنا بالمرة الدور الثاني الحمد لله حققنا الفوز على قطر حققنا الفوز بعدها على أوزباكستان أو كزاخستان عفوا نعم بعدين خسرنا من لبنان اللي بدي أسأله أنت حكيت ما فيش تجانس أول إشي الاتحاد ربما تأخر بموضوع حل مشكلة الدواري هذا واحد اثنين أنا بعرف يعني إذا بدنا نجيب واحد مجنس يساعدنا بدنا نجيبه في مركز إحنا محتاجينه طبعا يعني هل أنت شفت هذا الكلام موجود مين اللي بختار المجنس أنه يجي يشارك أنا يعني هذا السؤال نفسي أعرف هو البس المدرب يعني طبع على إيش ما اعتمد يعني أشرف سمارة طبعا تحياتنا لو هو يعلق على اللقاء كلك يعني عندك وسام الصوس وعندك عبدين وعندك العوضي وعندك أيضا ممكن زيد عباس والعديد من الأسماء الموجودين وبتروح بتجيب كمان لاعب بلعب بنفس المراكز اللي هم بلعبوا فيها وناس المشكلة اللي عنا طبعا معاك حق وطبعا مع أخوي أشرف سمارة برضو معا حق الاختيار للمجنس غير صحيح بالرغم من أنه أدى أداء طيب بالفترة الثانية من البطولة يعني بآخر مبارتين شفناه صحي شوي بالفترة الأولى ما كان متواجد راشيم رايت كان موجود مع المنتخب بالفترة الماضية لما كان في عندك زيد ألخص، أيمند عيس، إسلام عباس، موسى بشير ففيه لاعبين ارتكاز بعدد كافي وأقوياء يعني إلهم اسمهم وخبرتهم فكان في حاجة للمنتخب أنه يكون فيه لاعب جارد سكورر بيجيب سكورات وبيلعب من برة هلأ تغير الوضع صار فيه عندك قاب لأنه عندك أربعة سنترية وأربعة لاعبين ارتكاز راحوا من المنتخب اللي هم اللي قلنا أسماءهم فصفة لازم أنت تحتاج لمجنس يكون تحت السلة يعني كتير واضح أنه إحنا فيه عندنا ضرع هل تحتاجين هذا الموضوع؟ بالارتكاز بالرغم من أنه علي جمال يعني أدى أداء طيب بس برضه هو مش بيور سنتر مش هو لاعب خمسة أو لاعب ارتكاز هو بلعب أربعة أكتر شفنا شاهر محمد بس استغربنا أنه كمان تعرض لعقوبة هلأ بغض النظر ما منقدر نحكم بالعقوبة لأنه ما منعرف شو مداها يمكن الإداريين هناك بيعرفو بس أنا برأيي إذا العقوبة ما بتكون بتمس الوطن أو العلم الأردني أنا بعتقد أنه مش وقتها بقدر أن المدرب يحتويها والإداريين يحتويها أما إذا شغلة كبيرة طبعا معاهم حق وبغض النظر أبعرفش إيش الأسباب فإحنا شفنا المنتخب بالفترة الأولى من بطولة آسيا ضد الصين وضد كوريا يعني كان فيه وضوح أنه بعيد عن المستوى كوريا كنا نغلبها لما لعبنا معاها يعني بينا ضعاف دفاعيا وهجوميا في ثغرات حتى الفريق كان قصار القامة يعني الفريق الكوري الأفرج تاعهم متره أربعة وتسعين وبرضو ما كناش قادرين اللي ريباون اللي ثري بوينت شوتس الرميات الثلاثية يعني دبحونا الفريق الصيني قدينا أداء طيب بس نبين أنه إحنا فريق عم نحاول ننجاري فيهم عم نحاول ننجاري فيهم صحيح لكنا تلت سنين قبل تلت سنين إحنا كنا حنفوز عليهم وخسرنا بنقطة صحيح هلأ كل وقت إلو زمن وإلو لاعبة معلش بس أنت بدك تعرف حقنا أنت من أكبر أربع فرق بالمنطقة دخلنا على الدور الثاني وتسهلت أمورنا شوي الفريق القطري كانت مباراة تعباني من الفريقين يعني ما بقولك لعبنا منيح وفريق القطري أدى أداء جدا سلبي بس توفقنا والشباب شوي صحيت وأخذنا المباراة مع كذا خستان نفس الشي لعبنا يعني بلش يتطور أداء المنتخب لما وصلنا للبنان أنا صراحة كنت متوقع أنه إحنا نفوز لأنه الوضع في الفريق اللبناني مش سهل الفريق اللبناني عم بمر بظروف صعبة وشوفنا فادي الخطيب عم بغيب عنه علي محمود مش موجود ففي عنده لعيب كبار مش موجودين وعندهم مشكلة في التجنيز زي عندنا كان لازم يلاعب ارتكاز حطوا لاعب غارد بس الفريق بيننا وبين اللاعبين اللبنانيين اللاعبين اللبنانيين عندهم دوري قوي عندهم لاعبين ناشئين أخوياء يعني إذا شفت واقل عرائجي اللي هو بلعب بالبوينت غارد راح تستغرب أنه الشاب هذا ما تعردهش الـ 22 سنة 21 سنة فأنت عم تشوف واحد راح يلعب 9 سنين لقدام وفي غيره بالمنتخب موجودين يعني ما ذكرناش أسماؤهم فالفريق اللبناني ماشي على خطة واضحة ولقدام وبتوقع أنه راح ينفسه بالسنين القادمة على المراكز الأولى فهذا اللي إحنا بنحكي اتحاد كرة السلة لازم يكون عنده التخطيط الاستراتيجي المفقود شفنا كلام كتير من قبل صراحة ما شفنا أي تطبيق أو أي فعل جمهور السلة أكيد بلش يستاء من هذا المهم زميلنا وحبيبنا محمد مرصي سعد مساك مش عارف إنه موجود بقطر ولا بعمان المهم تحياتنا لك كل عام تبخير بحكي لك دوري قوي منظم مسوق بشكل جيد يساوي بداية ناجحة لمرحلة إعادة البناء بشرط بعض التنازلات ونوع من التوافق بين الاتحاد والأندية والحبيب شادي عدلاتي سعد مساك شادي عم بيقول لك إذا استلامت رئاسة الاتحاد شو أول شي بتعمل وكبت؟ والله استلامت رئاسة الاتحاد في الوقت الحالي يعني مهمة كتير كتير صعبة بس أنا بحكي لك طبعا أنا بتمنى بيوم الأيام أكون بساعد كرة السلة وعلى قدرة إنه أساعد هاي الشغلة أول شغلة بعملها بدي أبدأ من أول وجديد عرفت كيف؟ ما بفكر بأي إشي بدأ أحط خطة لمدة عشر سنين منمم يعني أقل إشي بدي أبلش بتسويق اللعبة بدي أبلش بالسبونسرز لازم أول إشي لازم أأمن الناحية المادية إذا ما في ناحية مادية رح يكون الوضع كتير صعب الوضع الاقتصادي مش سهل بكل العالم فبدأك أنت تشوف مين بقدر يساعدك من هاي الشركات بعدها بتبلش تركز على الأجيال الصغيرة ما في إشي اسمه المنتخب اللي رجالي المنتخب الرجالي عم مر بمرحلة كتير صعبة هلا بدي أركز على المنتخبات الناشئة بده يصير فيه عملية صبر شوي نجيب مدربين كفؤين للصغار وليس فقط للمنتخب الرجال نجيب مدربين أجانب ممكن كمان مدربين محلية نكون عقد المسؤولي ما بنعرف بس لازم يكون فيه مدربين يهتموا بالناشئين أهم إشي الناشئين نبدأ فيهم بعد ما نبدأ بالناشئين لازم يكون فيه مرحلة تطوير محددة ومعينة لهم بعد هاي المرحلة بدك تبلش تشوف النتائج اللي بدها تظهر بنفس الوقت بده يكون فيه تخطيط استراتيجي واضح يعني الطاولة اللي بدها تقعد معاك بالاتحاد بده يكون إلها هدف واحد يعني أنا كمان خدمة اللعبة بدي أفيد يعني بدي أزيد شغلة إعادة الحياة لأروقة الاتحاد يعني بتفوت على الاتحاد بتحسه يعني فيش فيه حركة بالزبط بالزبط يعني أما بتفوت على اتحاد القدم الأزمة هون والأزمة هناك وهذا بيحكي حركة فيه حركة صح فهذا كمان لازم يكون موجود معاك كبير طبعا وبرضه في يعني إذا كنت رئيس اتحاد أولي شي بدي بالإضافة لهذه شي بدي أرجع للجمهور الجمهور يعني بلشت الناس تفقد الأمل أو حتى الرؤساء الحاليين والأعضاء إنه الجمهور ما ريح يرجع لا أنا بقولك الجمهور برجع بس دك تعرف كيف ترجع الجمهور برجع بالفوز نعم الجمهور برجع بخطة واضحة إذا الجمهور بتقوله إحنا مننشارك وما بدنا نفوز بس مننبني جيل لمدة 3 سنين رح يستنىك 3 سنين صحيح وهذا رح نسمعه في التقرير الجاي يعني هو ليس موضوع إخفاق منتخب بل معاناة لكرة السلة الأردنية بشكل كامل نشوف تقريره نرجع بعيدا عن مشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة في النهائيات الآسيوية دائما ما يكون الحديث عن واقع السلة الأردنية وخفوت نجمها محليا وضعف بطولاتها المحلية أسئلة دوما ما تكون في عقول عشاق سلة الأردنية والأندية التي كانت تتنافس بشكل مثير وبحضور جماهيري مميز ليصبح الواقع حاليا بطولات ضعيفة من كافة الجوانب المشاكل التي دخلت إلى السلة الأردنية أثرت بالشكل الكبير على مستوى اللعبة فباتت البطولات تقام بمدة شهر واحد على مدار العام ولم نعد نسمع عن قمم السلة في بطولاتنا المحلية عدا عن عدم ظهور نجوم وأسماء في سلتنا الأردنية ولابد أن تجربة أندية الشركات لها محاسنها ومساوئها ولكن كيف تعامل اتحاد اللعبة مع هذه الأندية التي لا تعمر لفترة طويلة في البطولات المحلية بدءا من نادي زين الذي سيطر على البطولات المحلية والعربية في وقت من الزمن ليختفي النادي ويظهر نادي العلوم التطبيقية الذي أعلن انسحابه من البطولات الموسم الماضي ماذا يحدث في السلة الأردنية وماذا تنتظر هذه اللعبة التي دائما ما كانت تقدم للرياضة الأردنية الكثير من الإنجازات وماذا ينتظر اتحادها بتقديم حلول واقعية لأجل مهوض بها وإعادتها كما كانت فالسنين تمر ولزالت السلة الأردنية تنتظر المنقذ بالتأكيد الحل لن يكون فقط بالتركيز على المنتخبات الوطنية التي باتت فاقدة للمغذي الرئيسي لها وهي الأندية فبعد انتهاء مفعول اللاعبين الحاليين كيف سيكون هناك جيل جديد يكمل المسيرة أو حتى يبقى بنفس المكان الذي وصل إليه السابقون إذن كابتن معتصم بوجهة نظرك مدرب لاعب وأيضا مراقب شو بيستنى الاتحاد ظن هلا مفيش اشي يستنى يعني هلأ النتائج واضحة وصفينا برا ربع النهائي هلأ بدك تسأل حالك وماذا بعد زي ما بيحكوا الناس حكينا كتير من المرات الماضية إذا ما فيه أكشنز هلأ واضحة يعني أنا شخصيا بقول أنه لازم يكون فيه يا إما منتنحها أو منترك مكان لأحد آخر أو منحط خطة واضحة ومنبني عليها لأن الجمهور راعد يستنى خطة الواضحة اللي بدت نحط كان نحطت يا كابتن ما في موجود أي خطة بالفعل يعني هذا الإشي صار واضح فللأسف ما فيه أي ردة فعل هلأ سوى أنه الجمهور غاضب اللاعبين ما عندهم مستقبل واضح قدامهم شفنا أندي راحت كانوا عم بلعبوا معاها فالسلة عم بتروح بوضع غامض جدا فأنا اللي بقوله إذا من اللملة من الوراء يعني نتكاتف كلياتنا حتى اللاعبين القدامى حتى اللاعبين المنتخب القديم لازم نشوف حل نعود مع بعض على طاولة وحدي ممكن يصير فيه اجتماعات يعني بناشد اللجنة الأولمبية لازم تسمع منا ممكن تجتمع اتحاد مرة ثانية لازم يكون فيه حل لهذا الموضوع برأيي كمان لازم نرجع للناشئين الناشئين هدول هم يعني هلأ خلاص بيّن معنا أنه المنتخب اللي جاي رح يكون ضعيف فلازم نفكر بالناشئين أنت إذا بتطلع الدوري لتحت سن 18 بعد سن 18 ما في دوري فأنت عندك لاعبين بعد 18 سنة عم تقعد ما عم تعمل إشي صح هلأ بلاد تانية بتعمل إشي اسمه summer league أو دوري صيفي بيجوا اللاعبين اللي هم ما بلعب بالأندية أو بلعب بالأندية بس ما بغتوا فرص بصيروا يلعبوا ضد بعض فالمدربين بتفتح عنهم بصيروا يشوفوا أو هاللاعبين ممكن يتطوروا فلأ فيه كتير حلول ممكن تنعمل بس الحلول بالحكي ما بنفع بدها تطبيق والتطبيق بده دراسة وبده يعني اكشن زي ما تحكي أنه لازم تطبق هذا الحكي ولحد الآن شوف نحكي كتير لما منفوز بتشوف كتير آه وإحنا وإحنا ولما منخسر ما حدا بتسمع صوته غير الجمهور الزعلان يعرف كيف يعني الله يكون بعون الجماهير نشوف الجمهور شو صوتنا بسؤال شارك وكان سؤال ما يتحمل مسؤولية إخفاق كرة السلة الإجابة الأولى كان إتحاد اللعبة 67% المدرب 26% واللاعبين 7% إذن التصويت مستمر حتى نهاية الحلقة طبعا عبر تطبيق رؤية والسؤال شارك الخاص بإكسرا تايم هاي الأرقام اللي ظهرت معنا لحد الآن في الاستبتاء أرقام واقعية يعني الناس عم تسمع صلها سنتين وبتستنى أي اتحاد زي ما حكينا الاتحاد هو الممثل الأكبر لمنتخب كرة السلة وليس للأندية الأندية زي ما قلنا من قبل لازم تدير بالها على اللاعب وكذا بس هلأ المنتخب الاتحاد بمثله الجمهور واقعي والجمهور متابع لكرة السلة وبفهم شو عم بصير طبعا فالنتائج أنا باتوقع أنه مش متأكد أنها واقعية المترب بتحمل الخسارة بس الخطأ هو خطأ إداري بحت متراكم لفترة طويلة وليس لفترة قصيرة نعم رح نواصل لكن خلونا نروح في فاصل قصير ونرجع خليكم معنا شكرا شكرا شكرا